يمكن ما زالت حتى هذه اللحظة الأزمة الأوكرانية تحت دائرة الضوء لأن فيه تغيرات أو متغيرات وتطورات بتحصل ما بين لحظة والأخرى وفقا لآخر المستجدات ونقلا عن وسائل إعلام أوكرانية الندوي انفجار اتسمع في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف وده كان فجر اليوم مع انطلاق مجموعة من المقاتلات تحديدا من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية على الجانب الآخر وده حصل بالتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي لقرار بناء على طلب الدول الغربية القرار ده بيدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاءها 193 دولة موقف حيال الأزمة الروسية الأوكرانية ويمكن ده تاني تحرك بعد جلسة مجلس الأمن اللي شفناها يوم الجمعة طيب مع اقتراب العمليات العسكرية الروسية من السيطرة على كييف بتزيد حجم العقوبات الاقتصادية كمان اللي بتفرضها الدول الأوروبية ويمكن هي الورقة اللي كانت دايما يعني بتلوح بها الدول الغربية تحديدا في اتجاه موسكو شفنا مبارح دول الاتحاد الأوروبي قررت حرمان روسيا من نظام سوفت للتحولات المالية الدولية ومن المفترض أن بمجرد فرض هذا النظام يعني تخرج روسيا أو تنعزل عن العالم أو أغلب دول العالم ماليا كمان تم غلق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية علشان كده مبارح طلبة الولايات المتحدة وأيضا طلبة فرنسا من رعاياها المتواجدين في روسيا المغادرة فورا لأنها يتم غلق المجال الجوي أمام كل الطائرات الروسية مش بس كده التحرك كان كمان من اتجاه آخر وهو كرة القدم كرة القدم ما كانتش بمنأة عن القرارات اللي بتحصل لأنها دخلت هي أيضا في نطاق العقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال إيه؟ قال إنه هو مش هينظم أي بطولات على الأراضي الروسية ومش هيسمح للفريق برفع العالم الروسي أو حتى عسف السلام الوطني في مبارياته إلا هيخذها خارج أرضه وكمان المنتخب مش هيشارك تحت اسم روسيا لكن هيكون تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة القدم المباريات هتكون على ملاعب محايدة مش هتكون فيه الأراضي الروسية تحديدا وهتكون المباريات كمان من غير جماهير وده كنوع من أنواع العقوبات الروسية يعني العقوبات اللي بتفرد على روسيا تحديدا يمكن أن تحركات المتغيرات بتحصل زي ما قلنا لحضراتكم ما بين لحظة والتانية في جديد وفقا لتصرحات البيت الأبيض يا جمانا قال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هيتشاور جو بايدن مع الحلفاء علشان يبحث ما هي الخطوة القادمة للرد على روسيا صحيح يا مدياني منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرينيا وفيه تصاعد وفيه تصاعد بشكل مستمر ووثيرة كمان سريعة جدا للأحداث يمكن خلال يوم الرابع العمليات العسكرية في أوكرينيا كان فيه تحركات كبيرة جدا على المستوى العسكري أيضا على المستوى السياسي الغربي الحقيقة من ضمن هذه التحركات هو إعلان دول مجموعة السبع استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد التي أعلنت خلال الأسبوع في حال لم تضع روسيا حد لحربها على أوكرينيا داخل الاجتماع للوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا، فرنسا، اليابان، وكندا أيضا إيطاليا والمملكة المتحدة حضت مجموعة الدول السبع السنعية الكبرى موسكو على وضع حد فوري للهجمات على أوكرينيا وسكانها المدنيين وبنها التحتية المدنية وسحب قوتها من دون تأخير من البلاد وده وفق بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع في بيان لاحق أيضا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المجموعة لم تكن قط أكثر اتحادا في الدفاع والحفاظ على حرية وسيادة أوكرينيا وجميع الدول كمان كان فيه تغير الحقيقة في الموقف الروسي واللي أعلن وضع قوات الردع النووية في حالة التأهب القصوى هذا القرار تم وصفه من قبل الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي بأنه التصرف خطير على الجانب الآخر الحقيقة فيه أخبار تبدو جيدة هو أنه حصل تفاهمات لإجراء مفاوضات روسية أوكرانية هيتم عقدها النهاردة ويتكون في منطقة حيادية عند الحدود مع بيالا روسيا الناطق باسم الكريملين ديماتري بسكوف قال أن الاجتماع هيعقد في منطقة جمال في بيالا روسيا ورئاسة الأوكرانية قالت أن هذا التفاوض هيكون بدون أي شروط مسبقة طبعا إحنا دايما بنحاول نكون مع حضراتكم دايما بنحاول نطلع حضراتكم في بداية البرنامج على أحدث التطورات والأخبار لحظة بلحظة وأكيد هنتابع كمان مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصة بالأزمة الأوكرانية الروسية ونصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر شكرا